التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جيريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى ملبولي اهتمام الدولة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على إتاحة كل التيسيرات لجذب المزيد من الإثمارات المحلية والأجنبية وخلال اللقائه مع وزير الكهرباء محمد شاكر استعرض مدبوري مشروعات الطاقة المتجددة ومستجدات مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر مشيرا إلى ما تم توقيعه من التفقيات ومذكرة تفاهم على هامش مؤتمر المناخ وخاصة فيما يتعلق بالهايدروجين الأخضر وقدم وزير الكهرباء عرضا حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة القائمة والجاري تنفيذها وأكد أن استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالية القدرات المركبة بالشبكة عام 2022 يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العام اليوم تقرير اللجان المشتركة حول مشروع مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها وكانت اللجان المشتركة قد شهدت خلال الأيام الماضية مناقشات مستفيدة بين عضاء المجلس وممثل الحكومة للخروج بتشريع يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية ويتمشى أيضا مع أحكام الدستوري والقانون مع رغبات الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء استضافت أوكرانيا قمة في كييف للدول الحليفة لإطلاق خطت لتصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف وقال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنيسكي إن مبادرة الحبوب من أوكرانيا أثبتت أن الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف ليس مجرد كلمات جوفاء وتبعز النيسكي أن كييف جمعت نحو 150 مليون دولار من أكثر من 20 دولة ومن الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب لعدة دول وحضر القمة رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا ولتوانيا بينما ألقى رئيس فرنسا وألمانيا ورئيسة المفاوضية الأوروبية كلمات عبر الفيديو قال قائد الشرطة الأوكرانية إيهور كلمينكو إنما لا يقل عن 32 شخصا من منطقة خرسون بجنوب أوكرانيا قتلوا جراء القصف الروسي منذ انسحاب القوات الروسية قبل أسبوعين وأضاف كلمينكو أن القصف الروسي اليومي يدمر المدينة ويقتل سكان المحليين المسالمين مشيرا إلى أن الكثير من سكان يغادرون بحثا عن ملاذ آمن في مناطق أكثر هدوءا في البلاد ولفتا إلى أن الشرطة عادت لممارسة عملها بالمنطقة نقلت وسائل أعلام رسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله إن الهدف النهائي لبلاده هو امتلاك أقوى قوات نووية في العالم وذكرت وسائل الأعلام أن تصريح الزعيم الكوري الشمالي جاءت خلال ترقيته عشرات من ضباط الجيش الذين شاركوا في عملية إطلاق أكبر صاروخ باليستي لدى البلاد في الآونة الأخيرة وقال كيم إن بناء القوة النووية يهدف لحماية كرامة وسيادة الدولة والشعب لفتا إلى أن هدف بلاده النهائي هو امتلاك أقوى قوات استراتيجية في العالم أعلنت لجنة الصحة في الصين تسجيل تسعة وثلاثين ألف وسبعمائة وواحد وتسعين إصابة جديدة بفيروس كرونا في رابع ارتفاع قياسي يومي على التوالي في الإصابات وبهذا ارتفعت حصيلة الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى ثلاثمائة وسبعة ألف وثمانمائة واثنين إصابة وأشرت اللجنة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بكرونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ألاف ومائتين وثلاثة وثلاثين حالة فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في إطار مبارايات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال كأس العالم وسجل ليونال ميسي الهدف الأول لمنتخب التانجو في الدقيقة الرابعة والستين ثم صنع الهدف الثاني لزميله إنزو فرنانديز في الدقيقة الثامنة والثمانين بهذا الفوز أحرزت الأرجنتيني أول ثلاث نقاط في مونديال 2022 لترتقي إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب بولندا المتصدر بأربعة نقاط فيما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط أيضا وتتزايل المكسيك الترتيب بنقطة واحدة مشاهدين نهاية موجز التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل